اجتمع سعدة الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم رئيس مجلس أمناء مجلس التعليم العالي بمعالي السيد يوسف بن عبدالله البنيان وزير التعليم بالمبلكة العربية السعودية الشقيقة وذلك على هامش مؤتمر مبادرة القدرات البشرية في العاصمة السعودية الرياض وقد أكد سعدة الوزير ما وصلت إليه العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات من تقدم راسخ مشيدا بالتنسيق والتعاون المتين في الجوانب التعليمية والأكاديمية على وجه الخصوص كما تم بحث استكمال التنسيق لإبرامي مذكرة التفاهم في مجال التعليم والتعليم العالي والتي تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في البحث العلمي وتبدل الخبرات وتوأمة مؤسسات التعليم العالي ترجمة نانسي قنقر